أود أن أعرف أولا تقييمك لهذه التصريحات للفصائل العراقية بشأن استهداف البحر المتوسط أو البحر الأحمر ما رأيك بذلك وهل هو قابل للتطبيق أحمد تحياتي لك ولكل مشاهديك ورمضان كريم نتمنى بأن يحظى الجميع بقدر الإمكان بشهر رمضان المبارك أخذينا بعين الاعتبار للظروف في غزة وهذا سيكون صابا على الكثير من الناس تقييم العسكري لما تقوله المقاومة العراقية أعتقد بأن هذا يبدو ذكيا في الواجهة يبدو الآن بأنهم يودون أن يوسعوا الحرب إلى البحر المتوسط ويحاولون إيقاف الحركة التجارية هناك ويحاولون تحقيق أثر استراتيجي وهناك فرصة قوية أن ينجحوا في ذلك والآن هذا يجعل المجتمع الدولي ليس فقط قلقا حول حركة الشحن داخل البحر الأحمر بل أيضا في البحر الأبيض المتوسط وهذا سوف يكون له أثر كبير على تكرفة الشحن والأسعار الفصائل العراقية تؤمن دون أي شك بأن ذلك سيضع المزيد من الضغط لإيقاف الحرب في غزة ومعاقبة أولئك الذين يقاتلون في هذه الحرب ولكن هناك نقطة أخرى الأثر الثاني أو الثانوي لهذا الاستهداف هو أنهم إذا هاجموا سفن النيتو أو إذا هاجموا سفن أمريكية فإن الاستجابة من الولايات المتحدة سوف تكون كبيرة جدا لقد رأينا عددا من الهجمات على قادة الحش الشعبي وعلى قادة آخرين داخل العراق وأعتقد بأن أي هجوم من مستقبلي سوف يحصل سوف يوقف أي مفاوضات بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية حول انسحاب القوات الأمريكية فبالتأكيد فأن أي هجوم من قبل المقاومة العراقية سوف يكون له آثار قريبة الأمد وآثار متوسطة الأمد ولكن الآثار متوسطة سوف تكون سيئة جدا على هذه المقاومة لأنها سوف تعيد الولايات المتحدة إلى النزاع إلى داخل العراق ضد الحشد الشعبي وضد قادة الحشد الشعبي وقد كانوا يراقبون بمقربة ما يحصل مع قادة الحشد الشعبي الذين هاجموا القوات الأمريكية على الأرض اشتركوا في القناة